السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى اشرف المرسلين سيدنا محمد. حين كتب لك في المسألة بتاعتنا دي هيدي لك الري of numbers وبيقول لك ان في ركامين بيتكرروا او موجودين مرة واحدة عفوا مش بيتكرروا وباقي الاركام موجودة مرتين يعني الرقم بيقى موجود مرتين. يعني مثلا هي الخمسة موجودة مرتين. الاربعة موجودة مرتين. فعلا السبعة موجودة مرة واحدة والتمانية موجودة مرة واحدة. بالاخر يعني هو عايز منك انه الاركام اللي موجودة مرة واحدة تجمعهم مع بعض. طيب الفكرة بسيطة جدا وهيفة جدا جدا. انا هامل لوب على الارة دي كاملة والرقم اللي هيكون موجود مرة واحدة هضيفه على الريزالت اللي انا هكون محددها بسفر في البداية وبعدين لقيت رقم تاني موجود مرة واحدة هضيفه عليه وفي الاخر ارجع النتيجة. يعني احنا الاركام اللي موجودة مرتين دي مش محتاجينها في حاجة خلص ومش هنيجي جنبها اصلا. طيب هو اختار لي مش عارف ليه بايسون. بيحب البيسون هو. فيش مشكلة. هنرجع بقى زي البليلست القديمة. مش عارف هم ليه مش عايزين يسبتوها. بصراحة يعني ايه يا شباب انا بحب بشكلها كده انا ببسط امان اياك كده بصراحة. ده الفكتور بتاعنا محتاجين الاول في البداية زي ما اتفقنا. انت ريزالت بتساوي سفر. ده المتغير اللي انا هبدأ منه بصفر عشان ازود عليه الاركام لو لقيتها. وفي الاخر هرجع الرقم بتاعنا ده في الاخر خلص. هعمل دلوقتي رينج دلو. مثلا. انت نم في الفكتور بتاعنا. هنمشي عليهم كلهم دلوقتي. واحدة واحدة. وهقول له. اف كنديشن. هنعمل ايه بقى في الكونديشن ده. انا محتاج اجيب الفكتور من بدايته لانهايته. واتأكد ان النم اللي عندي ده موجود مرة واحدة ولا لا. فهقوله دلوقتي كاونت. هادي الكاونت. الفكتور دوت بيجن. كمية اكواس رهيبة. والفكتور دوت اند. وبعدين النم. وبعدين اقول له بيساوي واحد. هل الكاونت بتاع النمبر ده لما امشي على الفكتور من اول والاخر بيساوي واحد ولا? لو قال لي بيساوي واحد معنا ان العنصر ده موجود مرة واحدة بس. اللي هو مسلا رقم سابعة هنا. هعمل ايه ساعتها? هقول له هاتلي الريزولت زائد يساوي النم ده. بس كده. خلصت تماما بعد الفور ترجع لي الريزولت. ساعت لغة سي بلاس بلاس بتعمل حاجات عجيبة غير المسال اللي انا بحلاها باللغات التانية بس هنشوف. ان شاء الله ما يكونش في حاجات عجيبة. هاتمت. هاتمت على الدبلومة وما قبلتش. بلاش قالش والله عشان هو الواحد صراحة اصلا مالوش نفسي يقلش يعني. حتى ما بتيجي على بالي مش عايز اتحك.